بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم مع نفسي وجديد مشيوات أم شمس كانت مننا تكونوا في أحسن حال متو ما كتشاهدوا لفيديو اليوم واليوم إن شاء الله غنحضر معكم كوكيز بطريقة بسيطة مكونات اللي إن شاء الله غديعجبوكم بزاف ما فيهش زيت نباتي أبدا يعني بدون زيت مهدراجة ولكن شي حاجة اللي كتجي فنة بنينا مقرمشة ومقادير إن شاء الله متوفرة في كل بيت كانت مننا إن شاء الله الفيديو دي اليوم يعجبكم أنكم تجربو هاد الكوكيز الرائع ونكون لبيت طلبات دي الأخوات اللي بغوا وصفات دي الكوكيز عفوان متعددة وما تبخلوش عليها بتجاعتكم متعليقكم الرائعة ولايكاتكم لفيديو نمر مباشرة المكونات طريقة تحضير فكنا ناخدو إناء كنوضعو فيه 200 جرام دي الزبدة اللي كتكون بحرارة الغرفة مع شوية دي الملحة كاس دي السكر هنا ممكن ستعملوا سكر حبيباتي لما عندكم مش هاد السكر الأشقر كنضيفه شوية دي الفاني وهنا دائما أنا في الكوكيز كنضيف واحد شوية دي النكهة الشوكولات كتعطي واحد لبنة زوينة بزافة الكوكيز لما كانت شمتوفرة ممكن تستغنو عليها أو لا تعودوها معلقة صغيرة من الكاكا والحلو هادك اللي كنعملوا الوليدات مع الحليب معلقة صغيرة من النقطة هو كنعطي مضاق زوين الكوكيز صافي كنخدم البيتخان ديالي وكنخدم عديك الزبدة مزيان مزيان معدك العناصر والسكر حتى كيتجنسو لي وغتشوفو معايا كيفاش مباشرة كنضيفو زوج حبيبات ديال البيض كي ماشتو الحجم دياله مرغيم توسط كنضيفوهم على هاد الشكل هنا را ماشي ضروري أنكم تخدمو الخاليط هكا في العجانة را ممكن تخدموه غير بريديكم بحال كي نخدمو الحلويات والصابلي بطريقة اللي عادية كي نخدموه في الاول الزبدة مزيان صافينا مني تنضيفتك الزوج حبيبات ديال البيض كنبدا هكا كنزلدوك الحواف ديال البول باش كل شي داك الزبدة والعناصر تتخدموه مزيان على هاد الشكل هادا كما كتلاحظو معايا ومنين تنتأكد أن العناصر ديالي كل هات خلطت بحالات شكل هادا كنوقف تطراب وكنضيف هنا زوج مع القكبار عامري ديال الناشا هما اللي اللي كان نضيفوهم كنضيف كذلك مع القاة صغيرة ديال البيكاربونات انا هنا ما غديش نعمل فيهم خاميرات الحلويات يعني عملت البيكاربونات مع القاة صغيرة باش يجيو شاشاش بلا قياس وكنضيف واحد لكمية ديال الطحين وكنستمر في الخلط على هاد الشكل هادا وكنبقى نضيف الطحين حتى كنت جمع لي العجينة كما غتشوفو معايا دائما طحين خاص بالحلويات نغرب له من قبل اكيد وكنبدو تنخدمو به على هاد الشكل هادا كنبدو نضيف الطحين بمع القاة باش ينسجم ليه كل شي وبنسبة الاخوات اللي ما غيرتوفرش عندهم بيكاربونات راه ممكن اكيد تعوضها بخاميرات الحلويات ما كنحتاج شي اشكل بالنسبة الكيمية الطحين اللي غادي نحتاجو كنحتاجو هنا في كيمية الطحين 400 جرام ديال الطحين وبعد الاخترات يعني صراحات يدخل حتى من 412 جرام يعني في هاد الحدود مهم كان حتى دائما حدية 420 جرام ديال الطحين راه ما كان فوتهاش غير عادي تشوفو معايا بالضبط القوام ديال العجين كيفاش خاصو يكون باش كي تجيكم الوصفة كما كان قوليكم دائما ما تنسو حتى شي تفصيل في الفيديو اخها يعني تقيدو باش عكتت كل الوصفة عندكم كاملة مكمولة ماشي غير المقادر صافي على هاد الشكل هادا كان دائما كماشتوا معاي كان نزل هادوك الحواف باش العجين كله نتأكد انه كيتخدم مع الطحين على هاد الشكل هادا سجم يكون هاد الشي اللي كان اللي كان عمل و اما قلت لكم تنبقى حتى كان نكمل كمية ديال الطحين بالنسبة الى اضافة اللي كتعطي صراحة بنزوين هاد الكوكيز يا هاد البيبيت شوكولة هاد البيبيت شوكولة هاد البيبيت شوكولة هاد البيبيت تره مرين لا شي حلوين ااه كنضيف كنضيف على الحساب الرغبة انا هنا بعت الاختراس كنضيف كاس كامل بعد الاختراس كندير نص كاس على حساب الرغبة انا الحساب واشو بغيت هاد الكوكيز يكون في شوكولة كثير ولا قليل هنا اعملت غير نصف كاس و لكن الوصفة كما كتلكم ره ممكن تعملو كس من 130 و يعني الكس في 130 غرام و كتبقى لكم الاختياء هنا كما كتلكم ره اعملت انا غير نصف كاس مباشرة نأخذ العجين نأخذ العجين العجين نحاول نأخذ العجين ندخلهم هنا المجمد خمسة دقائق ندخلهم من المجمد ندخلهم من المجمد ندخلهم من المجمد نقطعهم لا يبقى العجين ندخلهم على شكل دائري ندخل البودن نقطع ندخل حبيبات شوكولات ممكن تأخذ حبيبات شوكولات نقطع شوكولات لذلك 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 نقطع 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 او اللفصة في حالها تدخل الفرن وبالنسبة الفرن را كان 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 سخنوه إلا بتسخنوه مثلا فرن ديال الغاز را كتشعلو فرن كتتعملوه سخن غير من التحت يعني العافية غير من التحت ومنين كتدخلوه كوكيزيلكو مايطب كتنقصو عليه وكتخليوه يتابع لخاطره بالليكم تحمر من التحت الجوانب كتحمرو شوية من الفوق وتخرجوه بالنسبة الفرن ديال الضو را كان سخنوه أنا من فوق ملتحت الى مية وسبعين درجة ما كان اخدتمش الفرفارة وكنخليه كندخل من بعد ما كيسخن كندخل الطواديالي وكنخليها الطيب على خاطرها كتباليين شفات تحمرات صافي كان خرجها را كيتاب في نفس الوقت يعني محمر وطيب وورا الحبات كيبنو لكم بحل خفافين راتيخرجو عتي شدو فراتهم لان ما فيهمش الزيت صافي وكما شتو كان سطمر لاتيو را كي يخرج كيميا غزالة كوكيز بطريقة اللي بسيطة بزاف وخادي يبنو لكم في الاول هاد اللي بودان صغار الى قطعتهم راح يتب بالفعل ديال البيض وديال ذاك البيكاربونات راح يزيدوا يتنفخوا ويتيت يعني يتتي حلا بنا نقولو يتفرشوا شي شوية على هاد الشكل كي يجو في القياس هما هادو كل يشافهم يقول لك را كنتي كتكو بري فيهم عندهم طريقتهم بسيطة وزوينة بزاف كانت من ان شاء الله نالا فيديو تعجبكم شوفوا الكيميا ديال الكيميا اللي اعطتني كلها ابقوا تقريبا هنا شي ستادي الحبات اللي باقي نكاية طيبو صافي وكنت من ان شاء الله ان الفيديو ديالي تعجبكم وابقا الى نقول لكم كانت معكم ام شمس وما توفيقي الى بالله عليه توكلت وإليه وني